ترجمة نانسي قنقر المملكة الشقيقة في طار خططها لمواصلة مسيرة الإنجازات والتقدم على مختلف المستويات أتشرف بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعي للمملكة العربية السعودية أن أرفع أسماء آيات التهاني وتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي سيد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي سائلاً للمولى القدير أن يديم على مملكتنا الغالية دوام الأمن والاستقرار والنماء والرخاء إن هذا اليوم يمثل لنا كسعوديين يوم عزة وفخر واعتزاز بما تحقق من أمجاد في ماضينا ونجاحات في حاطرنا بدأت على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه واتبع نهجه من بعده أبناءه الملوك رحمهم الله وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله العهد الذي يعلو فيه اسم المملكة في كافة المجالات ويرفرف علمها عالياً في مختلف الميادين إن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة شاملة وتنمية هائلة وتطورات عملاقة ونجاحات بارزة جاء استكمالاً لعمل سابق تم تتويجه برؤية طموحة أطلقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء غطت مستهدفاتها ومبادراتها كافة المجالات وانعكست أثارها الإيجابية على المواطن والمقيم بالمملكة على حد سواء حتى أصبحت هذه الرؤية محل إعجاب للعديد من الدول وفي هذه المناسبة يسعدني الإشادة بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين القائمة على الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والاحترام المتبادل وحسن الجوار حتى أصبحت نموذجا يحتذى به ومثالا للتعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات